قد حرم الله عليه الجنة أي جعلها عليه حراماً أي ممنوعة والمكان الحرام أي المكان الممنوع ومنه الحرم ممنوع فيه بعض الأشياء التي ذكرت لا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه ولا يصاد الصيد فيه لماذا حرم هي أشياء ممنوعة ونسموه حريم البئر إذا الإنسان حفر بئراً يكون له حريم البئر أي مسافة معينة تكون ملكاً له تبعاً للبئر ممنوعة من الآخرين